انتقد عدد من النواب من مختلف النخب السياسية مشروع قانون ضريبة الدخل بحلته الجديدة أبدو امتعاضهم من أن القانون برغم من جميع الحوارات التي قامت بها الحكومة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية بالإضافة إلى الحوارات والتي أجريت في مختلف محافظات المملكة فهذا القانون بالنسبة لقانون مجحف قانون فرض علينا بهذه الآلية وبهذه الطريقة ليس من الناحية المادية وأنا أتوقع أن هذا القانون فرض علينا لمواقف الأردن السياسية الصامدة بقيادة جلالة سيدنا وإحنا هذا القانون هو خلينا أقول مطلب سياسي مش مطلب مالي بفرضه على الأردن وعلى المواطنين هذه الحوارات أعتقد أو بتمنى إن شاء الله أنها تكون إيشي إيجابي للجميع ويكون في حوار عام بين تسمي الطيارات المختلفة النقابية والحزبية والمجتمع المدني وحتى الناس العادية بتمنى إنه يكون فيه إيشي يخدم الجميع يخدم مصطحة الوطن وزي ما بنحكي دائما نحن عينهم على الوطن وعينهم على المواطن ظاهر الحال للأماني أنا أرى زي ما تكلمت أول مبارح بجوز على نفس القناة أنه هناك صيغ فردي متوافري أن هذا القانون لن يمر مر الكرة أبدا إذا كان هذا القانون يمرر يجب أن يمرر بتعديلات واضحة جازمة توافق المجتمع وتنسجم على أحوال جميعها وأشددوا على أن هذا القانون لا يختلف كثيرا عن القانون السابق وأن مجلس النواب سوف يقوم بمراجعة شاملة له للوقوف عند جميع النقاط الخلافية في القانون والعمل على تعديلها وإجراء كل ما يلزم للمحافظة عليه ولمصلحة المواطن والوطن على حد سواء ترجمة نانسي قنقر